ارتكبت قوات الجيش الارتري في الرابع والعشرون من شهر اكتوبر عام الفين واثنان وعشرون في مدينة عدوى وتحديدا في بلدة ماريام شويتو جرائم وحشية وافاد اثنان من المزارعين الذين نجوا من تلك الجرائم بصعوبة وهما السيد ارقاوي قدي والسيد كدانا برهة انه قامت قوات الجيش الارتري بجمع اربعة وعشرون مزارع من تلك البلدة ومن ثم قاموا بقتلهم قاموا بسجننا في الساعة السادسة صباحا وكنا اربعة وعشرون مزارعا كان هناك شخص من استطاع الهرب وانا في البداية قاموا بدربي ورموني داخل حفرة ومن ثم قاموا باطلاق الرصاص في الساعة الرابعة عصرا على الباقي ومن ثم قاموا برمي جثثهم فوقي في تلك الحفرة حتى انني اختنقت لقد مات اثنان وعشرون شخصا اعتقدوا انهم قتلوا اخي فتركوه وذهبوا اما انا في البداية ترجيتهم بان يتركوني وكنت واقفا حينه ثم قالوا لي اجلس ايها الحقير وكنت محظوظا لاني استطعت الهرب وذلك لان السلاسل يدي لم تكن مقيدة بشكل قوي وايضا افاد الناجون من جرائم قوات الجيش الارتري انه حين رجوعهم الى منزلهم وجدوا ان عائلاتهم قتلوا جميعا في داخل منزلهم اضافة الى ان جميع ممتلكاتهم من المواشي الى محاصيلهم الزراعية تم نهبها مما ادى ذلك الى تفاقم احزانهم لم يتركوا اي شيء فقد نهبوا كل شيء وحين رجعنا وجدنا اطفالنا وقاربنا قد تم قتلهم جميعا دون رحمة هذه هي الجرائم الوحشية التي ارتكبتها قوات الجيش الارتري في حق سكان بلدة ماريام شويتو والبلدات المجاورة لمدينة عدوى وكانت اهداف هؤلاء الاعداء هو ابادة سكان بلدة ماريام شويتو ففي اسبوع واحد فقط ارتكبوا المجازر الوحشية وقاموا بخطف العديد من الاشخاص الذين لا يعلم حتى الان ان كانوا على قيد الحياة ام لا فقد ابادوا عائلة كاملة عن الوجود كي لا يذكر عن وجودهم ذات يوم